بارح كنا زعنا فيديو للسيدة اللي كانت مزنوقة على الدائري لساعات طويلة بعد أزمة الأمطار والهي كانت منزعجة جداً النهاردة هي سجلت فيديو تاني تتكلم عن سوء استغلال الكلام اللي هي قالته وأنا بشكرها جداً على اللي هي قالته لأنه فعلاً في قنوات وإحنا عارفين مين يعني تزيرة وغيرها استخدموا هذا الفيديو في لحظة العصبية ممكن الواحد يقول أي حاجة لكن بالتأكيد أنه الغضب مشروع الغضب مشروع أنا حتى لما زعت الفيديو ده مبارح شلت الأجزاء اللي هي بتتكلم فيها عن الفشل أو غيرها لأنه قدرت أفهم أنه هي أصدها ما كانشي اللجوم على البلد أو اللجوم على الدولة أصدها أن أنا فين المسؤولين أنا مزنوقة 8 ساعات على الدائري هذا حقها كمواطن ناس كتيرة بقى استغلت ده وقال لك ها دي شوف المصريين بيهجموا بلدهم والكلام ده كله فيعني خلونا نسمع الجزء اللي هي قالته وسجلته نهارده ونزل على بوابة أخبار اليوم وهي بتتكلم عن تفسيرها لمقالته في بعض القنوات استخدمت الفيديو حرفيا فعلا استغلته حرفيا في النهية تكون ضد البلد وده أنا برفضه بشكل قاطع وصريح والفيديو بيعبر عن موقف ده مش معناه أن إحنا ناخده ونستغله ونمشور 24 ساعة على بعض القنوات وموضوع حب البلد ده ملوش أي علاقة بالموقف اللي حصل وأنا بشكرها جدا على التوضيح ده لأنه من ناس كتيرا بتحب تستطفل مال العكرة وتحاول أنها يعني تستغل هذا الكلام هذا موقف غاضب من مواطن من حق أنه هو يغضب من حقها أنها تغضب وده كلام أنا أقولته مبارح من حقها أنها تغضب من حقها أنها تشعر بالغضب وتطالب المسؤولين وتنفعل هذا الانفعال أي حد في مكانها كان هيعمل كده ناخد بقى الحاجات وإحنا بقينا أسدزة في الاقتطاع أو ناخد جملة وناخد حاجات ونخرجها برا سياقها لازم نحاول أن احنا نضع الأمور في سياقها أنا بشكرها شكرا جزيلا على هذا التوضيح عشان يعني إيه كي لا يندس بيننا المندسون ترجمة نانسي قنقر